أهلا بكم مرة أخرى برحب طبعا بضيفي لاعب نادي نجم مصر أو المنضم حديثة لنادي نجم مصر اللاعب أحمد شعبان أحمد أهلا بكم روح لنهار دا في نجم مصر أحمد أنت من فين؟ من الجيزة من الجيزة موليد كم يا أحمد؟ 2001 موليد 2001 مركزك إيه في الملعب؟ هافليفت هافليفت طب قولي يا أحمد مين مسلك الأعلى في الحتة دي؟ رمضان صبح آه أنت أهلاو أهلاو آه والله؟ هل تقبل ولا تقول أنا أهلاوي مرش؟ لا لا طبعا أهلاو طبعا أهلاو هتبقى أهلاوي زي منتا ولا هتبقى؟ لا 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 هفضل أهلاوي طبعا حتى لو دخلت نادي الزماني؟ أه ولو لبست شيرت نادي الزماني؟ أه أه أهلاو أهلاوي لا لا أهلاوي أه مش هنتغير بكرة وبعض نقول ده ده احتراف والكلام ده لا لا طيب قولي يا أحمد أنت لعبت في أندي قبل كده؟ لعبت أوف نادي أبنائنا أه وتأيت فيه أه وتأيت ولعبت موسم كويس لعبت موسم فيه؟ أه طب ما كملتش ليه فيه؟ ما لقيته الصراحة درجة رابعة وما فيش مستابق فيه أه فحبيت روح نادي درجة تالت أه أو تانية أه طب روحت طبعا لقيت نادي نجم مصر لقيته الموسم اللي فات الموسم اللي فات عمل موسم حلو نادي الشمس فأنا لقيته طبعا قلت كن فيه مستابق درجة مثلا تانية طبعا درجة تانية فقلت كن فيه مستابق فقلت أنضم ليه أنت كنت متابعنا أو كنت متابع نادي شمس من موسم نادي شمس من موسم اللي فات قلت عمل دور محترم طبعا ولعب يا رجالة فعمل موسم جميل جدا فأعجبني الصراحة تمام أنا حابب أقولي برضو الكل لعيبة مصر إحنا السنة اللي فاتت أو بالضبط يوم 23 و 23 2019 طلعنا هنا برضو في قناة الصحة والجمال وقلنا الكل لعب ما خدش فرصته يكلمنا على الأرقام الموجودة قدامكم وينضم لينا النادي الشمس الحمد لله عملنا موسم كويس مع نادي الشمس برئاسة طبعا الكابتن نبيل عبد الشاكور رئيس مجلس إدارة نادي الشمس بأسوان لكن التدريبات بتاعتنا كانت هنا في القاهرة عملنا دوري كويس جدا جدا الحمد لله وافينا بكل الوعود اللي وعدناها لللعيبة السنة دي خدنا نادي آخر أو مكملين مع الشمس الموسم التاني أو الرعاية بتاعتنا سنتين عدة سنة منهم هنكمل كمان السنة دي لكن خدنا نادي آخر نادي يلعب في الدرجة التانية أو الممتاز به هنعلن اسمه إن شاء الله يمكن كمان إسبوع في الحلقة اللي جاية أو الحلقة اللي بعدها فأي لعب ما خدش فرصته أي لعب ما نضمش لأي نادي بسبب أنه مش معاه وسطة يكلمنا على أرقام اللي ظهره قدامكم وإن شاء الله يقول لي نصيب معنا في نادي نجم مصر هذا الموسم قل لي يا أحمد إيه طموحك مع نادي نجم مصر السنة دي إن شاء الله الله يا كابتن أنا طموحي اللي هو نطلع حاجة حلوة إن شاء الله في النادي دوت شايف هو النادي كبير طبعا النادي محترم فأقلت نضم بيه يعني يمكن نطلع حاجة حلوة طيب طموحك إيه يعني طموحك عابب أنك أنت من نجم مصر تروح لأي نادي تاني أو يكون حطى لنادي إيه يعني مثلا حط زي نادي الزمالك نادي الأهلي بقولين طبعا النوادي اللي هي المحترمة طبعا كبيرة الدور الممتاز كده فطبعا أنا يعني حابب تخوض التجربة آه آه أنت أول مرة تطلع أول مرة في القناة آه عشان كده مخدود شوية لا لا مش مخدود ولا حاجة طيب أنا دايما يا جماعة أو دايما أي لعيب ينضم عندنا في النادي بحب أطلعه معنا هنا عشان أحطه قدام الأمر الواقع اللي هو أنا بطلعه بقوله أنا عايزك تطلع معي المرة الجاية ولو مستواج 30% لا أنا عايزك لما تطلع معي الحلقة الجاية بعد شهرين أو بعد ثلاثة يكون مستواج وصل لـ 60% 70% عايزك في نهاية الموسم تطلع معي هنا وأنت تكون في نادي تاني بقى يكون نادي نجم مصر ده كالمحطة ليك لانتقالك زي ما بقول أحمد للزمالك للأهلي لأنديت الدوري الممتاز أحمد مين أكتر حد بيدعمك مين أكتر حد بيسندك مين أكتر حد بيقولك كمل وإن شاء الله هتوصل والدتي طبعا كان بتقولي الكلام ده واته والدي كان بيقولي نفس الكلام وكان شخص برضو صاحب ليك يعني أخوية زي كيبت بالزق كان بيقولي كمل مستوى كويس كمل متعودش كمل كمل فأنا بصراحة بكمل بسمع كلامه واسمه أحمد جمال يعطولي ده أقولي كمل ده ما قولي 98 أحمد ده برضو لعيب كورة أحمد لعيب كورة بس هو دولتي برضو قعد وقال لا ناخدش فرصيتي برضو وشافنا أنا برضو لعيب كويس بلعب معاه كويس والكلام ده فقال لي كمل وشوف النواد اللي كويسة وقدم فيها وشوف ربنا ما يكون معاك وطلعك حاجة حلوة كان خط اختبارات في أندية قبل كده يا أحمد روحت اختبارات الماولين وما تقابلتش يعني بعد اختبار من أول مرة ولا أعطت معهم مرة أو اتنين لا أعطت ثلاث اختبار يعني نجعت في أول اختبار وتاني اختبار وتالي اختبار ما حصلش ناسي وقال شكرا وخال اللعبة من اللعبة اللي هي بتاعت الواسطة وكلام دوت يعني فيه مثلا لعب كان معايا كان لسه جاي معايا في النادي وأوما نزل الاختبار معايا وراح من هنا يعني عارف اللي هو تابعه بعد التمرين مضى على طب اه بعد اوما عارف اللي هو من كذا يعني قاله من كذا قاله خلاص تعال اه قاله من غير ما يلعب قاله ما تنزلش خلاص اسمكي ومش اسمكي وقابلوا وقال له على فلوس مبلغ قاله خمسين ألف جنيه في السنة فيه الكلام ده فعلا اه اه اي والله واتكلمه كده وشاف لعبك دي طب هو حاليا مقيد بدون ذكر اسماء اي مدرب طبعا او اي حاجة حاليا هو موجود في النادي ده موجود اه تأيت فعلا اه تأيت فعلا بيلعب او بيلعب كرنات والكلام ده وطلع كرنيه ومستمر الغاية دلوقتي احمد انت بتدرس ولا خلصت دراسك لا بدرس بدرس ايه انا في ثلثة تجارة وكل التجارة اه في ثلثة كل التجارة جامعة القاهرة لا اه مدرسة الجيزة مش جامعة اه مدرسة ثلثة سنة اوه بس اه ثلثة سنة وتجارة اه اه بس طيب قول لي يا احمد مين اللاعبة اللي انت معجب بيها بجانب رمضان صبحي او غير رمضان صبحي من اللاعب اللي انت معجب بيه في الدوري المصري بصراحة زي مصطفى محمد ده بحتيبره اه رغم انه هو في الزمالك رغم هو في الزمالك بس يعني هو طاريح حامد اه اه طاريح حامد اه ارجل واحد شبته الصراحة يعني كرة القدم كلها ومصطفى فتحي بحب برضو بتحب طريقة لعب بحب طريقة لعبه اول وواليد سليمان بحب برضو لعبه بس وعبدالله سعيد يعني كنت بحبه الاول عشان مشي طبعا من نادئ الاهل مش عشان مشي هيدي مشكلة النادئ الاهل وجماير النادئ الاهل يو انه لعبدالله سعيد حلو طيب احمد فتحي اهو احمد فتحي مشي النهارده احمد فتحي زعيلت ان هو مشي رايح بيرامدس اه طبعا والله اه والله مشي كنت اتمنى ان هو يختم مسيرته اه كان سادل حاجة اسمه باك اه كان سادل اه رايح جاي الله اكبر علي يعني الراجل في الملعب اه رايح جاي ما بيتعبش بيرعب تسعيني بس هو ده الاحتراف يا احمد واحد عايز يأمن مستقبله او ده عارف ان هو ده اخر عقد ليه صح انا هو تقريبا عنده 36 سنة 36 اه اه فهو ان ده اخر عقد ليه اه مجاله الكروي ايه فحابب يأمن مستقبله جاي ما بيقول ايه ا انت شايفه اللي هو يستحيق في بيرامدس اه حاس ايه ااني انت هو مستحيق ليريح بيرامدس لا انا من ناحية المدية مده نادي بيرامدس على فكرة انا عايز اقولك ان بيرامدس عمل حالة في الدور المصري اه اه عمل حالة بدل ما المنافسة كانت ما بين الأهل و الزمالك لا باية أهل زمالك برامد أنا كنت أتمنى أننا ألاقي كمان غزل المحلة معاهم ألاقي مستثمر في الإسماعيل كنت ألاقي كنت أحبب أن ألاقي أكتر من 5-6 أندية كمان أيوة أيوة تمام من من لعبة برامدز يا أحمد تتمنى أنك أنت تشوفه في النادي الأهل عمر جابر مثلا لا عمر مين أحمد الشيناوي أحمد الشيناوي أو حارس الزمالك طيب أحمد أنا طلعتك معايا الدقايق المعدودة دي عشان يكون عندك حافظ إن إن شاء الله في نهاية المسلم تكون ضيفة مرة أخرى وتكون انتقلت من مصر لنادي أمبي لنادي الترسانة لنادي الأهل نادي الزمالك أحمد شرفتنا ونورتنا طيب حابب أشكر كل الناس المتواصلة معنا الأستاذ أحمد عبدو الجامد حسام حسني أحمد علي وشكر خاص طبعا للأستاذ نصر جاد إن شاء الله الحلقة الجاية هيبقى فيه فقرة مخصصة للإزاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر نظرا لكسرة الضيوف النهاردة ما قدر نتكلم عن هذا الرمز الكبير ولكن الحلقة الجاية إن شاء الله هيكون فيه فقرة مخصصة لهذا الإزاعي الكبير الأستاذ فهمي عمر حابب أشكر طبعا برضو في نهاية الحلقة رجال الشرطة المحترمين على رأسهم ياسر بيئ الفولي وأحمد بيئ حسن وأسامة بيئ عقيل حابب طبعا أشكر فريق العمل في قناة الصحة والجمال الأستاذ محمد شحاتة والأستاذ محمد الملكي بكده نكون وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا انتظرونا الإسبوع القادم وحلقة جديدة من برنامج نجم مصر شكرا